السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته البنات مرحبا بكم كامل ادخلتوا القناة يقولكم اهلا وسهلا بكم نورتوني صلوا وسلموا كامل على رسول الله وصفتنا لنهار اليوم بزاف بزافة رائعة ستقوني على قدمه بسيطة بنينة طريقة تشكيل ولا اسهل الذوق ولا اروع اذا اول مرة تدخل القناة يقولك مرحبا وسهلا بك حبيبتي نورتيني دار دارك واليوم والفين معايا نقولكم اهلا وسهلا بكم وغاليتي دايما نفرحيني ربي فرحكم نبدو بسم الله عندي زوج حبات تعالبيض رايحة نحط لهم نصف كاس تع سكر حبيبات يعني السكر العادي رايحة نجيب فوي تحبو تخلطوا بالباطوغ تقدروا تخلطوا بالباطوغ ولكن ما تبالغوش حتى تتنفخ يعني خلطوا خلط خفيف فقط ودايما نقولكم كي نستخدموا السكر العادي ضروري نخلطوا مليح بشيذوا بنا السكر الناعم ما يعطيش نتيجة كما السكر العادي كاين وصفات نسحقوا السكر العادي وكاين وصفات نسحقوا السكر الناعم خلطوا مليح هنا ولا إذا حبيتوا تأكدوا مسوبيتكم شوفوا بلي هذو الحبيبات ولا ورقاق لداخل الخالط وكانا عندي كأس إلا رابعة زيت نحطه كامل ستقوني لبنات هذه الوصفة بالزيت ولكن تجي رائعة حتى الكمية تقطعنا خير وبركة يعني زيت تخلطت الزيت ذو رايح نزيت نحط هنا كيس تعفلون بذوق الشوكولة هاد الكيس تعفلون بذوق الشوكولة أو رايح يعطيها بنة رائعة اللي ما عندهاش تقدر تدير تعلافاني كي ما تقدر ما تديرش كامل هو ثاني على بلكم هاد الباكيت تعفلون فيه السكر العادي ثاني تنزيد نخلطهم مليح باش يذوبلي هذا الكيس الصغير اللي فيه خمسين غران اللي نديرو في نصف لتر إذا عندكم الكيس الكبير تقدروا تديرو ثلاث ملاعق كبار تعفلون هنا رايح نزيد نديزوج ملاعق كبار تعنواة كوكو اللي هي جوز الهند ونزيد ملاعقة كبيرة تعكاكا وبوني مور نزيد ملاعقة ونصف تعلافاني ونزيد أرشاتها على الملح على بلكم بليل قطع الزيت يحب شوية ملح هكا باش يجينا بنين على بلكم بليل يزيد سانطا على عكس المارغارين اللي دارين لها الملح هكا نزيد نخلط خلطوا لي كامل هذي المكونات رايح ندير هنا كأس اللي ربع تعميزينا اللي هي نيشة الذرة رايح نزيد معاها كيس تخميرة الحلويات بوزن 10 غرام من بعد نبدأ نجمع بالفارينة وكان نخلط شوية شوية هذي الميزينة نحي الفوي ونبدأ نخلط بالإيد عندي الكس لوناني تعال فارينة عندي الكس الثاني وكان اللي بنت هذي الكس الثاني رايح نكمل كامل ودايما نقول لكم باللي لعجينا تعال قاط وجام تعجنوها طموها فقط شوفوا لبنت نكمل اللي بقالي من الكاس الثاني نزيد نجيب الكاس الثالث وثاني نحط بالعقل كاس الثالث خذيت منه تقريبا الربح لعجينا نخليها طرية وتتلسق في اليد ما تنسو شبلي فيها الفلون فيها الكاكا وفيها نواة كوكو كامل يمتص السوائل خلاص هنا صمت على عجينا قطرية ولا شوفوا ما تطلق لاززيت لحتى حاجة عجينا رائعة حبيت فقط هنا نوري لكم هاي لك شحال بقاليم الكاس الثالث وكهنا اللي بنت رايح نجزوا للتشكيل تاها دلقاط وانا رح ندلكم تشكيل سهل بسيط يعني بلا طابعة بلا حلال على بل يتحبوا حاجة سهلة ناخذوا العجينا اذا حبيتوا توزنوها وزنوها وزن خمسين غرام كل واحدة واش تحب سمحولي عفوا مشي وزن خمسين غرام وزن خمسة وعشرين غرام ولا كنت غلط وزن خمسة وعشرين غرام لبنات ولا نعاود لكم حبة وحد اخرى ولا هاي لكن كورها البنات ما تدروها ش كبيرة بزاف على بلكم اللي فيها كيستخمرت الحلويات راهي رايحة يضاعف حجمها لقدرتوها وزن خمسين غرام تولي لكم يعني الحبة على حالها ديروا خمسة وعشرين غرام ندخلها الفرن الطيب على مية وثمانين درجة هي فيها الكاكاو ما تطوش بزاف طياب التاحة بلكوا بركة نحرق بسكمة بنش شعلوا الهامل تحت تاخذ لون خفيف بركة زدوا الهامل فوق ولبنات إذا حسيتوا هذك الثقب نغلق لكم في الوسط كي تكون في نصطياب عاودوا لوا بشي بقنا ونديروا به التزيين أنا دايما نقولكم باللي الفرن نشعله من قبل ونخليه صخن هاوليك اللي قطوا تعنا أنا كانت مزالتلي سنيوات طيب شوفوا الحبة تولي يعني ما شاء الله بالنسبة للتزيين رح ندير تزيين بسيط جدا عندي شوية مربة لبنات خفوه بشوية تعمى نعاود لكم عندي مربة على المشماش ضروري تخفوه بشوية تعمى حوالي زج ملاعق كبار تعمى عادي جدا متخافوش ما يسرالو ولو كدير ولو لما يقعد هو هو نسحقوه هنا خفيف باش تتشربو لعجينة ومن بعد يحبوه اذا حبتوا تدير كوكا وتقدروا تدير عادي نعاود لكم واحد اخرى نسح مليح الحباب بالمعجون تعلم الشماش ونروح نرمد ها في لانوات كوكو ولا نحاول كامل اطراف نغلف هم وبالنسبة لتزيين اللي بنعت في البسط تحبو تديرو لها مربا تحبو تديرو لها شوية شوكولات عطلي انا كانت عندي شوكولات عطلي درتها لكم الاختيار تحبو تكملوا في نفس المربا ديروا حبيتوا ما تديرو ش كامل تقدروا من البداية ما تديرو الثقب في الوسط تحطو ها كورة الطيب من بعد كطيب دخلو ها لدخل المعجون ورمدو ها في نواة كوكو تكون الوصفة عن النهار اليوم مواجدة هذه هي وصفتنا النهار اليوم لبنات انا قطعت لي 40 حبة بوزن 25 غرام عكاذ ما تغلطوش والا لبنات هذا هو القطو تعنات نهار اليوم درت لكم حاجة سهلة بسيطة اقتصادية وشوفوا تقطع يعني خير وبارك واجي ستقون يبنينا سوختو كي تبع تلك هات وتع زيت كي بت يولي رائع ما تبالغ وش برك ف الطياب بتاع وهاي كف شجي اجي شي ش بنين رائع لو كن زيت نقسم هلكم باش تتأكدوا منها ولا شوفوا البنات يعني ذوقت على نواة كوكوم على الفلوم على الشوكولة يجي رائع انا اقول لكم غاليتي هذي هي وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة بسيطة واقتصادية نتمنى منكم كامل تجربوها وتخلوا لي رأيكم كما مالفين تفرحوني تعليقاتكم لاشتراك تحكم ما تنسينيش بجان وما تنسيش باش تبردجي الوصم على عائلة والأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته